موسيقى موسيقى بما أننا بنتكلم في هذا التوقيت عن احتفالية جميلة وهي احتفالية افتتاح معرض الظهور المنطقة الجمالي وقلنا مبارح أنه هو النسخة الثمانية وتمانين وأن حديقة الأرمان الحديقة العريقة التاريخية تحتضن كل عام تقريبا في هذا التوقيت الجمال من ضمن المحاصيل اللي أنا دايما نبربطها بالجمال وبالخير وبالنماء محصول القطن لأن القطن المصري عند دخوله إلى مصر هو كان داخل بغرض الزينة في عصر محمد علي باشا عجبته ظهرت القطن شكلها جميل مميز فكانت دخلت علشان تزين أحد القصور ولكن ما حدث بعد ذلك هو كان تحول حقيقي في النظرة إلى القطن وأطلق عليه وارتبط اسمه بالقطن المصري طويل التيل وابتدينا نشوف أن القطن بياخد مراحل من النجاحات وتوسع في زراعته بمساحات شاسعة وابتدينا نشوف القطن بيصنع لنفسه مكانة داخل القطاع الزراعي ولدها الفلاح المصري الفلاح المصري ابتدى يهتم بالأقطان طويلة للتيلة ابتدى يجيد زراعتها يدور على المعاملات الزراعية علشان يطبقها وينفزها وكان فيه رواج شديد لأكتر من سبب كنا بنتكلم على أن القطن المصري بيتم تصنيعه عندنا مصانع للغزل ونسيج وتنوع كان فيه منظومة جيدة لاستلام القطن المصري من المزارع كان فيه بورصة للقطن المصري بمحافظة اسكندرية وكان وللأسف لما بتكلم بقوله وكان القطن المصري سمعته منتشر على مستوى العالم القطن المصري أي منتج مصنع من القطن المصري ليه قيمة أخرى وتمن آخر بيقدر بتمن جيد الفلاح ابتدى يربط كل أحداثه الحياتية الاقتصادية بالقطن لأنه هو ده اللي بيحقق منه أرباح هنجوز الولاد بعد من بيع القطن هحوش من تمن القطن علشان يؤدي مناسك الحجة أو العمرة هشتري أرض جديدة وفي الحقيقة القطن تعرض لأزامات شديدة موسم تلوى لآخر ابتديني نشوف جهود كتيرة من الدولة علشان تعيد القطن إلى مكاناته مرة أخرى ظروف كثيرة منها توقف بصانع الغزل والنسيج اللي بتستوعب الكيميات المنتجة سيطرت عدد من التجار على سوق القطن في مصري أن أنا أضغط على المزارع عشان أخد من القطن بأقل سعر وكنت دايماً بقول للمزارع لا أصبر شوية لأن كده كده التاجر عنده تعاقدات هيستلم منك يعني هيستلم منك ما تقلقش وحصل ده في الموسم ده الحالي بعد ما الفلاح بقى القطن شوفنا فيه ارتفاع فيه أسعار يقول لفلاح مضطر أنه هو بيبقى عليه مديونيات مستلزمات إنتاج كنت دايماً بدور على حل من أربع سنين أو خمس سنين تقريباً خمس مواسم تعاونيات استنقمة القطن من المزارع كان فيه سعر ضمان تديني نشوف أن التاجر حتى اللي اشترى من المزارع بسعر أقل من السعر الحقيقي عايز يدخل يورده الجامعية كان ما بيقدرش لأن التوريد بالحيازة بيرجع للفلاح مرة تانية بيقوله تعالى دخلني الجامعية وكانش الكلام ده بينفع حصل مشاكل وابتدت وزارة الزراعة تتدخل واتابع هذه المنظومة الحفاظ على السياسة الصنفية ونقاوة الأصناف عندنا القطن المصري طويل التيلة لازم أحافظ عليه الخطوة الحقيقية القوية التي بدأت أن تعيد القطن المصري إلى مكانته وهي قطة الدولة وقيام السيد الرئيس عفتاح السيسي بيفتتاح أربع مصانع للغزل والنسيج كبداية ده بداية دول من شأنهم أنهم يخلقوا نوع من الرواج في حركة زراعة وتجارة القطن مشكلة الفلاح كله في التسويق هذا الموسب بإذن الله التعونات هيكون لها دور قوي في التسويق وهتكون شريك أساسي في إنجاحها زي المنظومة مطالب المزارع أو الفلاح بيتكلم أنه عايز يعرف السعر قبل ما يزرع وهو ليه حق ليه حق يقلق ويخاف لأنه هو عانى الأمرين في السنوات الأخيرة يكفيني أن المساحة قد تصل إلى 240 ألف فدان بعد ما كنا 4 مليون فدان وما بيعرفش سواء بيطالب النهاردة أن القط يتم الإعلان عنه أو يتم الإعلان عن سعره قبل زراعته اللي أنا عايز أقوله أن الأصناف والسياسة الصنفية متوفرة الآن على مستوى المحافظات التي سيتم زراعة القطن بها عايز أقول ما تقلقوش كمزارعين القطن بيرتبط بالأسعار العالمية والأسعار العالمية جيدة في هذا التوقيت في نفس الوقت إحنا عندنا مصانع تم افتتاحها وفيه انتظار المزيد في القريب العجل الدولة بتهتم أن أنت تزود إنتاجك من نفس وحدة المساحة وبنفس التكلفة فده في حد ذاته هيخليك تكسب أكتر في مكسب آخر لازم تنظره إليه كمزارعين وهو المرضود من زراعة القطن المصري على الأرض المصرية على الأرض الزراعية لأنه بيزيد من خصوبة التربة وبيقضي على عدد كبير جدا من المشاكل بإذن الله الزهب الأبيض عائد وبقوة الزهب الأبيض في هذه المرحلة الدولة بتليه اهتمام كبير وده شيء يشجعنا ويطمننا أن احنا هنرجع مرة أخرى في زراعة القطن وبمساحات كبيرة من أول الأخبار اللي معايا النهاردة الرئيس يوجه بإطلاق زيادة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة وبرنامج تمويل عقاري لمحدود الدخل اجتمع الرئيس عبدالفتاح سيسي اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي ورامي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك وتم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام 2015 الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتنائيات الصغر حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي 234 مليار جنيه استفادت منها مليون و 260 ألف منشأة تجارية وصناعية ووفرت حوالي مليون فرصة عمل ووجه الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار 117 مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسط الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% هي خطوة رائعة اللي احنا نتكلم على النظر إلى فئات في المجتمع من حقها تستفيد بالتمويل العقاري الفترة القادمة عايزين نعرف طريقة الاستفادة من هذه المبادرة يعني فيه أحيان كتيرة جداً بيبقى فيه خدمات بتوفرها الدولة ولكن طريقة الحصول على هذه الخدمة وإن أنا إيه الإشتراطات المطلوبة والأوراق المطلوبة دي بتبقى مهمة جداً وبتشجع المواطن نفسه على الإقبال والتقدم إلى هذه المبادرات اشتركوا في القناة شكرا